كده هستغنى عن نقطة من اللي أنا كنت جايبة لأنه هو جمال غطاء كنت جايب نفس نقطة الرجاء لو تفتكر يما كنا سوا هنا يا كريم بعد مباراة الزمالك والآله في الدور الأول اتكلمنا عن استخدام حمد فتحي واتكلمنا قدي إيه الفكرة كانت بسيطة ومباشرة صح قلنا دي نجاح بعد كده بقى هو بدأ فعلا كنا أنا بشرح برضو إزاي بدأ يطورها علشان فهو جمال غطاء حيل في الجزئية تانية ودي اللي حابتكلم معاك فيها كمان أدوار حسين الشحاية الأدوار الزكية لحسين الشحاية حسين الشحاية ما بقاش مجرد جناح هو بقى جناح بسيغة صنع ألعاب بتلاحظ ده؟ مليون المية دي نقطة بقى اللي احنا جايين نتكلم فيها هنا اللي هو إزاي تزود الأوبشنز اللي عندك هو أنت كنت بتسأل جمال في البداية سؤال جميل جدا عن أن الكورة بتاعة الأهلي نفسها بدأت تتحسن في الموقات الأخيرة أنا بقولك أن هي انتقالات يناير جات في الأهلي مساعدة جدا للكولر بدأ من بعد يناير بدأت الفكرة بتاعة الفرقة يبقى ليها الشكل اللي هو طبالور خلاص دلوقتي بقيت أنت عارف مين الجناحين السابتين خلاص طهر بدأ يبعد خلاص بقى برسي تاو علشان خاطر أنه هو ما بيستخدم كهربا كمهاجم هو عايز كمان كهربا مهاجم حر شوية فعايز الجناح بتاعه يبقى كمان بيخش جوه الملعب واستخدم حسين الشحاية بشكل كبير عشان هو عنده عليه معلول فمش عايز حد يخل الخط عليه معلول بدخل حسين الشحات للعمق وحسين ممكن مش الأجريسي في عجون زي مثلا ما احنا عارفين عن لعبة كتير بتلعب أجناح بيستخدم حسين لو نفسكر حسين في المقصة كان بلعب ناحية اليمين وينجي يمين وباك يمين اللي هو بيقدر يصنع اللعب من مناطق أبعد في الملعب ولعب مع المقصة عشرة كباب بالضبط مش لازم يوصل لي مش خطورته مش زي زيزو كده خطورته لازم يبقى في الأطراف وقريب من منطقة الجزاء وتزديدات لا حسين بقى بيستخدمه في صناعة اللعب علشان اللي بيستخدمها كولر 4-3-3 أو 4-4-1 اللي هو اللعبة اللي هتخش جوب منطقة الجزاء حسين بدأ يصنع تعالى نبص على الجون اللي هو بتاع بيرمز في الكاس دي كانت صناعة لعبة مباشرة من حسين الشحات يعني يجي بقى الفولدر بتاع حسين الشحات دي صناعة لعبة مباشرة هنا من حسين الشحات وهي الميزة هنا في استخدام حمد فتحي إن فيه اتنين بيتحركوا في نفس الوقت يعني الكهرباء بيجري مع حمد فتحي هو شادد البكات بكهرباء يعني مش واحد بس اللي بيتحركوا بيطة تعالى بقى نيجي لمباراة فاركوا أنا عندي إيمان وقف لي بس ثانية واحدة أنا عندي إيمان أنت بتدور على فكرة المدرب بيعملها أدور علىه في أول ربع ساعة لأي مهي دي اللحظات اللي اللعيب نازل يدور على الكلمة اول ربع ساعة مش حدة اول ربع ساعة مش حدة هي دي شوية اللي المدرب اللعيب نازل حافظ هات الحالة اللعيب حافظ المدرب قيل له ايه؟ فهو دايماً بتلاقي الأفكار اللي احنا بنهيبت عليه يعني إما جينا هنا نتكلم في مباراة العيو الزمالك كانت فكرة حمدي فاتحي في بداية المباراة بغض هذا دي ممكن ما تنجحش يعني هنا خلينا نربط ده بجون برامز في الكاس وبجون التاني في المباراة دي دي أول محاولة أن حسين الشحات بيلعب الكورة هنا بشكل هي هنا اتقطعت اتقطعت من رامي صبري دي المحاولة الأولى في ديئة كامل نصي بص معنا في ديئة خمسة اللي هو احنا يدوب نزلين ده مش مركز يعني يعتبر هنا حسين الشحات مش جناح بص هنا تاني كمل بقى اللقطة اللي بعدها هي دي أول محاولة هي اتقطعت من رامي صبري بس محاولة هنا دي 14 احنا لسه في أول ربع ساعة محاولتين للعب الكورة بص الكورة دي هي حتطول حتطول سنتيمترات عن استلام مهاجم الأهلي نرجع لها تاني معلشش بس عشان قبل ما نصل للجون شبه بركز معايا هتلاقي شبه الجون التاني بالضبط هنا اللي بتكلمك عليه ان دي محاولة فشلت بسنتيمترات هتنجح في الجون التاني هنا تمرير من نفس المكان اللي حيبعت بالجون التاني هنا تمرير حسين الشحات بنفس الطريقة هي طولت وصلت للجون تعال بقى اللقطة التالتة والأخيرة هنا في استخدام حسين الشحات هنا حسين الشحات بستلب من مكان مشابه شوية ان كان أقرب شوية من المحاولة التانية احنا شفنا المحاولة الأولى دي المحاولة الثانية pissed offner ...التالة المحاولة التالتة التهيت بجون اللي هو من حسين الشحات لمحمد شريف هنا بقى كانت السنتيمترات في الصالح شريف اللي هتعمل بقى بشكل كويت فهو هنا حسين الشحات بدأ ات عندك علي معلول الي اشبه هو بيك، ولكنه اشبه بجناح ويقدر يعملك كل حاجة من اطراف البلعب فانا مش محتاجة الجناح بتاعي ان lake거�علي معلول ومحتاجة زود لاعب يخش دورها الملعب ويكون عندهم قدرة عشان كده بدأ طاهر دوره يبقى أقل ممكن طاهر ياخد في المبارات اللي محتاجين واجب دفاعي أكتر فيها زي ما لعب الرجاء إنما المبارات اللي محتاج واجب هجومي أكتر لأ حسين الشحاد بيلعب في العمر عشان يزود كمان لعبة خط النص لعب زيادة يسمح بقى أن حمزة فتح يزيد يسمح بالحاجات دي كلها عظيم جدا